دايما قدر النادي الاهلي بياخذ على عطقه التصدي للعشوائية واتباع النظام وده كان ابرز ما جاء في بيان النادي الاهلي انه قال في هذا البيان انه لن يقبل بتقرير العشوائية مجددا وما حدث الموسم الماضي لن يكون هناك فرصة لتقراره من جديد في الموسم الحالي النادي الاهلي دائما عنوانه الرئيس هو نادي الوطنية لم يكن ابدا حجر عثرة في طريق الدولة ولا الجهات الامنية لذلك كان حرص مجلس ردارة النادي الاهلي والنادي الاهلي في بيانه وكان حرص جديد اوي على احترامه الكامل للدواع الامنية والبيان اكد على ده واشار لده واكد على تقديره الكامل واحترامه الكامل للامن ودوره في تأمين المباريات وكل المسابقات القرية التي نظمتها مصر خلال الفترة الاخيرة سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية او حتى لالاندي المصرية مساهمة الامن ورجاله في الصورة الحضرية للبلاد عند استضافة الاحداث الرياضية القبرى واخرها بطلط الامم الافريقية التي جرت على الملاعب المصرية في يونيو الماضي بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الالاف من الجماهير دون ان تحدث مشكلة واحدة البيانة تابع في سياق حديثه ان ايضا كانت تكفاءة الامن المصري دامغة في اقامة مباريات الاندي المصرية المشاركة في البطلط الافريقية بحضور جماهير مكسف في الملاعب المختلفة لذلك لم يتقبل كثيرون حيسيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواعي امنية خاصة انه لم يكن هناك مانع في اقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير هذا الملعب اللي كان شاهد ولا يزال شاهد على كفاءة الامن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي اقيمت عليه بحضور جماهيري كبير البيان كان واضح دون لبس او غموض وللرد على المزيدين على دور النادي الاهلي ايضا التوقيت المناسب البعض ايضا استعجل ادارة النادي الاهلي وكان الجميع بيتصابق في اعلان مواقفهم ثم تراجعوا بعد ذلك الا النادي الاهلي كان مترقب للموقف خلال الساعات الاخيرة ومنتظرا لحين ورود الخطاب الرسمي من اتحاد كرة القدم لمعرفة ملابسات الموضوع لدراسة الموقف من جميع الجوانب قبل اصدار اي بيان او قبل اصدار اي قرار من قبل مجلس الادارة وده اكدوا البيان في سياق الجزء الاخير والفقرة الاخيرة عندما تحدث النادي الاهلي في سياق البيان وفي سياق الحديث ان النادي انتظر كثيرا وانتظر بعد الوقت عقب تلقي مكاتبة او خطاب رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانب ويتطلع كل فرد بدوره واذا ما سبق فان النادي الاهلي يحترم تماما الرؤية الامنية بخصوص مباراة القمة لكنه يرفض ان يستسمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات القروية ويتم اهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية المتنافسة مثل ما جرى في الموسم الماضي لذا فان النادي الاهلي لن يخود اي مباراة في بطولة الدور العام قبل ان يلعب مباراته مع نادي الزمالك التي تم تأجيلها وان يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والافريقية الاهلي واضح منذ البداية وكان مطالبا مع نهاية مسابقة الموسم الماضي بنفس هذه المعلومات ونفس هذه التفاصيل لتأكدها لان الموسم القادم لابد ان يسير بنظام ودون ان يكون هناك اي قرارات تسبب عشوائية في جدول المسابقة المسابقة عشان تكون خيمتها كبيرة لازم تكون مسابقة منتظمة وعشان تبقى منتظمة لازم الكل يكون حريص على استكمال المسابقة وتنفيذ الموعيد والملاعب بشكل منتظم كل ده في النهاية هيرجع بالفايدة على كل الاندية مش عن نادي الاهلي فقط كل ده هيرجع بالفايدة على كل الاندية وده الهدف المرجو اساسا من تنظيم مسابقة للدور العام او تنظيم مسابقة في اي بلد في العالم في جزئيات محتاجين بعد ما دخلنا في تفاصيل البيان وشرحنا الجوانب المهمة في هذا البيان لازم نتطفق على عنوين معينة او نحدد خطوط عريضة في هذا الموضوع عشان بس بعد ما نحدد هذه العنوين نبدأ نتناقش في كل هذه التفاصيل اولا احنا بنتكلم في مباراة كرة قدم التنافس ما بين الاهل والزمالك تنافس رياضي بنتكلم في مسابقة مسابقة الدور العام مباراة قمة بين الاهل والزمالك اذا الحديث كله وحتى بين النادي الاهلي بتكلم على مباراة في كرة القدم ومسابقة للدور العام ونظام يكون مفيد للجميع وبالتأكيد محدش بيتمنى العشوية فبالتالي احنا حديثنا بيتكلم على الكرة الرياضة لا داعي للخوض في اي موضوعات جانبية او حد ياخدنا لسكة مش بتاعتنا احنا بنتكلم كرة بنتكلم مباراة قمة بنتكلم اهل والزمالك بنتكلم على موعد والبيان اتكلم على ده واكد على ده الجزء التاني النادي الالف السياق حديثه بيأكد على ارساء النظام وارساء النظام ده الكل بلا استثناء بيتمنى وبيبغى بشكل كبير جدا واي دولة في العالم لما بيتنظم كرة او بيبع عندها مسابقة قروية زي دوري او زي كاسة او اي بطولة بتبقى حريصة على تنظيمها حريصة جدا ان البطولة دي تجيب فلوس عشان تجيب فلوس لازم تكون الموعد منتظمة الملاعب معروفة ولو فيه ظرف قهري الكل بيقف في ظهر الجهة اللي هتاخد القرار لحين تحديد المكان البديل او الموعد المناسب البديل عشان تكون المسابقة فيها موعد محددة وموعد منتظم المهم في النهاية ان ارساء النظام في المسابقة بيعلي قيمة المسابقة وبيلقى في النهاية بشكل ايجابي على المنتخبات الوطنية وده حصل في سنوات سابقة ان المنتخب تأثر بسبب عدم تحديد موعد وعدم وجود نظام في الدورة المصرية او في الكرة المصرية بشكل عام من حصن حظ المتابعين لشأن القرى في مصر وانا بقول من حسن حظ البعض يقول لك احنا في ازمة ازاي من حسن حظ ده بالعكس من سوق حظ لا بالعكس من حسن حظ ليه من حسن حظ في التوقيت الحالي العالم كله بيتكلم على ان في احداث في اسبانيا متعلقة بتأجيل مباراة برشلونة وريل مدريد المباراة المفتوطة تتلعب في كتالونيا يوم 26 اكتوبر خدوا بالكم من المعلومة اللي جاية دي لانها مهمة جدا وليها علاقة بالمبدأ اللي النادي الاهلي كتبوا ببيانه وبيرسيه وعايز يأكد عليه النادي الاهلي النادي محترف وعارف ازاي المسابقة عشان تنجح لانه النادي الاهلي صاحب الالقاب الكبيرة في الدوري والبطولة التاريخية بالنسبة النادي الاهلي للدور العام فعارف قيمة المسابقة كويس جدا لما تفوز ب41 او 42 دوري فانت عارف قيمة البطولة عارف اهمية البطولة عارف العائد اللي بيجي من وراء هذه البطولة فبتبقى حريص اوي اوي